في كتير تحديات بما يخص الماء صح نسمع أشخاص بقولولك إحنا ما منحبش المي اهه إحنا منقدرش نشرب مي صح إذا مش حطين فيها مزهر مثلا صح ما بشربها لا مش مهم أنا بشرب كتير أشياء فيها سوائل فمش مهم أشرب مي وخاصة بالشتاء يعني الشتاء بصير ناس زي أنا تشرب مي بتبرد صح ولكن مهم كتير المي أكيد زي ما دائما بتخبرينا لأرسامنا وللترتيب فشو ما الحل أوكي هلا اللي بدي أطمن الناس عليه هلا أول إشي بالنسبة للمي إحنا قديم نحتاج يوميا لأنه بتعرفي أكتر من 60-70% من جسمنا مي نعم فإحنا كل واحد بقدر يضرب وزنه بـ 0.033.033 بطلع أكمل لتر مي بيحتاج يوميا هلا بمعدل السيدات من 2 إلى 2.5 لتر الرجال من 3.5 إلى 4 لتر 3 إلى 4 هيك تقريبا بحاجة هلا الإشي اللي بدي أطمن الناس عليه إذا إحنا أخذنا المي من مشروبات تانية غير القهوة والمشروبات الغازية يعتبر مي يعني إذا أنا حتياجاتي 2 لتر مي يعني 4 لتر 4 كسات 8 كسات في اليوم وأنا بشرب مثلاً أربع كسات منهم زهورات ينسون خاصة بالشتة زي ما قلت إنه الواحد برد وما عم بقدر يشرب كل السوائل يطمنوا الناس إنه هيك عم بياخدوا مي فهذا إشي بساعد كتير خاصة للأشخاص اللي مش كتير بيحبوا طعم المي هلا موضوع الماء زهر أو إنه إحنا ننكه المي بمطيبات عشان نقدر نشربها برضو مش إشي سيء أبداً يعني إذا حطينا ماء زهر ممكن نحط نعنع فيه ناس بيحبوا يحطوا شرحات مثلاً أنا بحب كتير بالليل بعصر نصف ليمونة ليمون أصلاً مفيد فيتامين سي انتي اوكسدنس نحلة الكلا فبعصر نصف ليمونة مع كاسة مي كتير كبيرة وبشربها بحس حالي زي كني عم بشرب عصير ليموني يعني طبعاً بدون أي سكر أو أي شيء فهذا كله يعتبر سوائل بس كتير مهم ما ننسى نشرب مي تقريباً ستين سبعين بالمئة من جسم نومي جزء كتير كبير من الدماغ ثمانين بالمئة من نومي الأعضاء الجسم البشرة كلها يعني أي حدا بس بيحافظ على بشرته بيركز على المكملات والفايتامينز أو على الكريمات من برة إذا ما اهتمينا بتغذيتنا من جوة ما رح ينعكس إيجابياً يعني رح يبين سوء التغذية مثلاً الناس اللي عندهم فقر دم حاد جداً ما عم بيعالجوا حتلاحظي فيه سواد وشحوب بالوجه بيكون كتير كبير فإحنا مننعالج بالتغذية والماء ضرورية لأنه إحنا اللي نقدر نهضم كل الأكل نعم ونقدر نستفيد منه ويصير امتصاص صح للفيتامينات والمعادل لازم نشرب ماء فهاي أساسية جداً نعم بخلينا إذا نشوف المشروبات اللي أمامنا وأهميتهم للجسم وكيف ممكن نتناولهم بالضبط إذن أول مصدر أساسي للماء وزي ما حكيت لكم اللي ما بقدر يخلص 2-3 لتر ماء مش مشكلة بقدر يعودها بسوائل تانية مثلاً عنا كوب الحليب الحليب أوكي حتى لو فيه بروتين كالتين وفيتامين D نسبة عالية منه ماء برضو بنحسبه من كاسات الماء فهيكا لأنه معظم الناس لما تيجي تقولي لهم 2-3 لتر بليوم بخافوا بحسوا كتير بحسوا كتير بقولوا ما بقدروا فإذا أنت متعود تشرب كاسة حليب كل يوم هذا يعتبر ماء بشرط ما يكون كل السوائل بنشربها إذا كان حليب أو كذا مع قهوة لأنه القهوة مدرة للبول ولازم أنا دايماً في قاعدة كتير بحبها هاي لازم كل حدا بشرب قهوة مع كل كاسة قهوة اشرب كاسة ماء يعني حتى كتير بتركيا مثلاً هاي من العادات وإيش مكان نوع القهوة إذا كان إسبرسو تركيا لاتي كابتشينو إيش عم نشرب كافيين لازم تدمج معه دائماً كاسة ماء فننتبه لقدم نشرب قهوة في اليوم تمام هلا فيه كمان بص بالشتة المشروبات والزهورات الطيبة هاي كلها منعتبرها ماء هلنا مشروب الكركدية برضه مفيد جداً بحبك كتير مفيد غير الانتي اوكسيدنت الموجودة فيه هي مرتبة منيح للبشرة فهذا يعتبر بيعطينا كمان نسبة سوائل كتير منيحة زهورات ينسون بابونج مرمية هاي كلها أول إشي بتحافظ على عفكرة كمان الماء كتير ضرورية إنه إحنا نحصل على كمية كافية عشان نحافظها على درجة حرارة الجسم طبيعية يعني تضلها ضمن المعدل الطبيعي خاصة بالشتاء مع البرد بدل ما يكون كل مشروباتنا عظارة عن مشروبات كافيين مع إنه القهوة الليها مفائدة طبعاً طبعاً ولكن بسواء إنه يكون في عنا على قليلة كاسي كاسيم في اليوم من هالأعشاب المفيدة إذا كان زنجبيل الإرفز هرات ينسون هادو الكل هم بيعطونا كمية عالية من المي نعم المصادر اللي مش كتير آه في عنا المشروبات الطبيعية هاد عصير طبيعي مية بالمية معصور وفي عنا العصير اللي اللي هو طبيعي بدون سكر مضاف هلا العصائر هاي غير إنها بتعطينا مي أكيد عم تعطينا فيتامينات ومعادن بس ننتبه إنه مش أنا إذا بدي لتر مي باليوم أشرب كله عصير طبعاً يعني إذا بتحبوا العصائر الطبيعية يفضل ما نتجاوز الكوب باليوم عشان نتحكم لأنه حتى لو طبيعي فيه سكريات موجودة بالفواكد طبيعية فبنا ننتبه لشربها إنها تكون ضمن المعدل الطبيعي وإذا ما مقدر نحصر يعني هاد عصير الفراولة المعصور طبيعي إذا بدنا نشتري عصير من السوق لازم يكون مكتوب علي عصير طبيعي بدون سكر مضاف وحتى لو هيك بنعرف إنه فيه سكريات موجودة بالفواكد نفسها فهاي بدنا ننتبه إنه كمان ما نعود كل احتياجاتنا من المي من العصير الأشياء اللي لا تعتبر مصادر جيدة للعصير اللي هي المشروفات الغازية، الأهوة، أهوة الإسبريسو، كل أنواع الكافيين هاي لا تعتبر مصادر مية بالمية يعني مناسبة للمي لأنه أول إشي فيها نسبة كافيين عالي مدر للبول ما منقدر نعتمد عليها كمصدر أساسي وبتعب الكلة بتخلص منها صح؟ طبعاً، يعني ما بدنا إنه إحنا ناخد المدار الموجودة فيها نعم هلأ كمان بدنا ننبه لشغلة فيه ناس بيصير عندهم آه، بيصيروا كتير صح؟ بيشربوا زيادة من المي، وبرطه هذا سيء يعني هذا كتير بيصير مرات مع الرياضيين اللي بيلعبوا فترات طويلة ما بينتبهوا لكمية الأكل وبشربوا كتير سوائل ما بيعوضوا الأملاح هلأ إذا مناخد كتير أكتر، افرض أنت حدياجاتك ثلاثة باللتر بالمي، مي باليوم، أخدت ستة ضعف الكمية، هلأ زيادتها هذا كمان ممني، بيعمل إرهاق على الكلاب، بيعمل ديليوشن، بيخفف كتير الدم ونسبة السوديوم في الدم، ما بيحافظ على التوازن للأملاح بالجسم، وممكن يعمل لنا صداع تعب إرهاق وممكن يكون خطر أكتر يعني، فخاصة للأشخاص اللي عندهم مشاكل، كبد، كلا، هدول 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 ينتبهوا لكمية السوائل والمي اللي بيشربوها ما تكون لا أكتر ولا أقل من الحاجة يعني زي المسأل اللي بقول النائس أخل زائد بالضبط، آآآآآ يعني لا يزودوا بالكميات ولا يقللوا منها، بقدر ما يعرفوا قديش لازم يدخل لجسمهم كمية سوائل نصيحة آخيرة دكتورة ربا ما ننسى كمان هلا بفصل الشتاء، إحنا دايما كأمهات وكأهل من خاف على أولادنا بالصيف لأنه بالحر بفقدوا كمية كبيرة من السوائل، بس ما ننسى إنه نركز إنه عم بياخدوا برضو احتياجاتهم من السوائل المي كمان مهمة للهضم، مهمة للبشرة، مهمة للمناعة، كمان من الأشياء المهمة إنه إحنا ناخدها مهمة لتجنب مشاكل لها باضطرابات الجهاز الهضمي زي الإمساك، وتبعاته وقدي بيأثر علينا لهضم مناسب، دايما بنصح أنا قبل الوجبة نشرب مي، وبعد الوجبة بيشرب مي هاي الطريقة بتساعد أول إشي لما نشرب كاسة مي قبل الوجبة بيخليك تشبع أسرع مهم جدا لعملية الهضم، وبريح كتير المعدة وبمنع المشاكل زي الإمساك وغيرها وبرضو كاسة بعد الأكل، الأشخاص فقط الممنوعين إنه يشربوا وياكلوا هم في ناس باعدهم مرات ارتداد مريئي مشاكل في المعدة هدول يفضل إنه ما يشربوا أو عاملين مشاكل بيعملين عمليات أصمعدة أو سليفز أو غيرها هدول إذا شربوا مي معدتهم كتير صغرية ممكن ما يقدروا يأكلوا الوجبة ففي بعض الأشخاص اللي لا ينصح إنهم يشربوا وياكلوا بنفس الوقت، مثل الشخاص الطبيعي ممكن تشرب كاسة قبل وكاسة بعد الوجبة شكرا جزيلا لقلك دكتورة رباشة باشة صباحك